اليوم قد نتكلم لكم من الورقة الاقتراضي بالتفسير إذا لم تكن تتعرف أي شيء عن الموضوع قل لكم معنا وإن شاء الله سوف نتفهم القصة كاملة في بداية خاصة تتعرف أن الواقع الاقتراضي أو الـ VR ليس شي شي حاجة جديدة بدأ أول مشروع ١٩٠٠٦ عن طريق شركة سنسورار وكان عبارة عن جهاز بخم اللي كتتصوب في مقاطع صغيرة مثل بيكالة أو درجة كتبشي في السحراء وبقاء التجاري الأجهزة مختلفة كتجي من بعض وكان الوضع في ما هو تلغاية ما جاءت شركة أوكولوس ونزلات أول جهاز VR عمل فكرة الجهاز أنه تنبس حالكاس يكون فيه شاشتين صغر وحداء لكل عين وعدستين وظيفتهم أنه مثل له تشوف شاشتين صغر طريقة طبيعية يعني كل ما كانش عدسات غاد يكون كأنك حاط شاشة صغيرة قدام عيني في جهاز VR تشوف طبيعي لأنه العدسات مصممة طريقة يكون العمق والأبعاد طبيعية للعين جهاز عبارة عن شاشة فقط يعني بحل أي شاشة كتحتاج لمصدر يعرف عنها أشياء ناخده شاشة تلفزيون كميتة كتحتاج ريسيفر أو معالج داخل تلفزيون باش تحضر لنا شي حاجة على الشاشة أما في VR ممكن تلعب وتحكم الأشياء وكل عالم جميع وهذا الشيك يحتاج قدراء معالجة يعني ممكن تنظر على شاشة تلفزيون لعبة مما تقدرش تلعبها هنا نكون متافقين أنه وغا تحتاجه قوة معالجة أجهزة VR مستانف طريقة هون الفصول على مصدر المعالج عندك النوع اللي كيتكونكتها مباشرة مع جهاز الكمبيوتر وهو النوع الأكثر انتشارا لفترة قبل 2011 فهذا النوع كيتكونكتها الVR مع الكمبيوتر على متخل الشاشة تقدر تفتح برنامج ستين او ويندوز ميكسد ريانيت او برنامج أوبولوس هتشيكوا برامج وظيفة ديالها تخدم الجهاز الVR مجرد ما كيتكونكتها الVR على جهاز الكمبيوتر الجهاز كيتعرفين من اللي كيتخدم مع أي من البرامج اللي تكرمها في لكن كينا زيادة فتنعفوها هذ كيتقنر كينا شاشة كيتدخل لعالم جديد وداخل هاد العالم متاعك تتحرك ممكن تتحرك يديك وراصل وحتى الجسم وباش قدر التحرك خاصك ضروري يعرفك الكمبيوتر وفينك ستضب باش الأجهزة يكون معها جهاز مكمل وهو البيستيشن مبدأ العمل دياله ماشي ضروري المهم تعرف انه هو المسبول على تتبو حركة دياله هاد النوع من التتبو كيتسمى outside in العربية تتبو من خارج الجهاز فهناك نوع تاني من التتبو اللي هو inside out أو التتبو من داخل الجهاز وكيكون عن طريق الكاميرات اللي هتكون متبتة على الجهاز الكاميرات كتتضير مسح للغرفة والمكان اللي ينتج وبالما كتتحرك خطوة كتترسل للجهاز الكمبيوتر معلومة انها كتحبت وبالتاني كتتحرك داخل العالم افتراض أجهزة الـ VR اللي كتطلب كمبيوتر اسمتها PC VR ومنها ألواح كتيرة مثل hc و 5 index hc تبا معنا الفيديو اللي أبغيت المعلومات إضافة النوع التاني من الأجهزة يكون في معالج وبالطارير يتسمى هاد النوع أول إنوان هاد النوع انفجرة منتشرة مع صدور جهاز قامت أبلولوس كويستو في أواخر 2016 من بعد والاسميتو متا كويست الجهاز أساسا من شركة اسموها أوكيليس اشترتها شركة فيسبوك وهو السباب اللي خلّر الشركة تغيير اسم ديالها من فيسبوك ل متا نتكلمو شوية على هذا الموض طبيعة عمل هاد النوع من الأجهزة انهو المعالج اللي محتاج كمبيوتر قدرة دياله على المعالجة أقل من قدرات الكمبيوتر بالتالي مكيخدمش وبالتالي مكيخدمش كامل الألعاب أو تطبيقات الموتحة معظم هم يمكنك توصلهم على الكمبيوتر يقدر يشغل بك تطبيقات بحل PC VR اللي خاص تافقوا علي انهو هاد الأشكال VR الحقيقية في شكل تالث بحل ما بدأ ديالي أنك تحط تليفون أمامك وتخدم عليه فيديوهات وصنص وصنص هاد النوع ما كيش تجربة الأجهزة حافظية اللي ذكرناه لا بغا نكون رضوين على أنواع الأجهزة مبدئياً شنا هو النبيع لا تنساش تدعمونا بلايث سوبسكرايب إلى عجبت المحتوى لا تنساش كتملية تعليف إلى عن بيتش السيفسك كان معكم وحمد جلد ترجمة نانسي قنقر